انا بقى عايزة الحتة دي بالذات يا احمد اتكلم فيها لان انت بتقول الرياضة والفراغ دي مهمة جدا انا حسيت ان ده البيت الصغير والبيت الكبير اللي هي الدولة يعني انا بحس بجد حقيقية سيادة الرئيس مش ملاحق يعمل ايه ولا ايه للشباب يعني انا مثلا كنت لسه في الفيوم مراكز الشباب شيك وملاعب كرة طحفة نفس حكاية في اسماعيلية نفس حكاية في اسكندريق يعني اقصد يعني هو فعلا ابتدى يهتم بالموضوع ده من ساعة ما حسن الشباب هما هي دي اللي هتقوم البلد طب انا كبيت صغير ان انا لازم ههتم من البنتي بقى ليها هواية ولولد هواية وفعلا الدولة عشان الدولة تبقى ماشية في التراك المزبوط ابتدوا يهتموا بالرياضة وان لازم كل شاب يبقى عنده هواية بس ساعات انت ممكن تبقى بتزق ابنك عشان يروح يلعب كورة او او يبقى همش عايز كوري كام عملت العلاي اوكي طب مش عايز نعمل ايه الخطة البديلة ما هي دي اقصر سكة موضوع عملت العلاي ده اقصر سكة اه يعني انا والله سراحنا برايح نفسنا اه انا جربت معاك وانت ما نصحتك ما تنصحتش اه ودي ما تجس ابدا مع الاهل ما تجس مع الاسرة الاسرة الحقيقة المفروض ان هي واجب من واجبتها ان هي تعرف ايه اللي الولد او البنت بيحبه طب هو اجرب الرسم محبوش طب هو اجرب المزيك محبهاش طب هو اجرب الكورة محبهاش طب يلعب بسكت طب يلعب بودي بيلدنج يلعب كمال اكسام المهم ان انا اشغله وقته بايا كان ايه خلي بالك هي برضو التربية والتنشئة مسألة متبادلة جدا زي ما الولد بيستفيد مني وانا وبيجرب معايا انا كمان بجرب معايا وكل مهما كان عندك عدد من الاولاد او الاطفال انت كل واحد بتجربي معايا على حدة لانه كل واحد عنده شخصيته فانت جزء من واجبات اممتك وجزء من واجبات الابوة ان انا اكتشف شخصيتك واكشفها ليك علشان انت تبقى عارف فين المواطن بتاعتك وانت تشتغل عليك خلاص يبقى احنا رقم واحد حالة التخريب الداخلية نقدر نسدها بان احنا نسد الفراغ صحيح خلاص